السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة نبوية فريدة لتكثير الطعام ونزول البركة فيه بإذن الله تعالوا نعرف بعدما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم كتير حبيبي من الأسر الفقيرة المعدمة بتعاني من نقص الطعام وعدم كفاية الطعام في ظل تلك الظروف الاقتصادية القاسية الصعبة التي يعيشها كثير من الناس في كثير من البلدان أسأل الله عز وجل أن يغنيهم وأن يرزقهم من فضله وجوده ومنه وكرمه سبحانه وتعالى وجل جلاله تعالوا النهاردة أقدم لكم هدية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه وما ترك شرا إلا وحذرنا منه فالنبي هنا يدلنا على سنة تكون سببا في تكثير الطعام ونزول البركة فيه دون أي نفقة زائدة بفضل الله سبحانه وتعالى ورد ذلك في حديثين الحديث الأول رواه أبو داود بسنة صحيح عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه وعن صحابة أجمعين أنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة القصعة دي عبارة عن إناء كبير من الخشب كان يحمله أربع من الرجال كان للنبي قصعة يقار لها الغراء اسمها كده الأصعى دي اسمها الغراء كان يحمله أربع من الرجال أنها كانت كبيرة جدا ويحمل فيها يعني عدد كبير أو كم كبير من الطعام بفضل الله فقال عبد الله بن بصر فلما أضحوا يعني كانوا جلسين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد صلوا الفجر وقال سيذكروا الله عز وجل ويقولوا أذكار الصباح وكل واحد بيقرأ ورده من القرآن فلما عدوا يعني فترة الشرق بربع ساعة وصلوا صلاة الضحى قال فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة أربعة من الصحابة جم بتلك القصعة وقت ثوردة فيها يعني إيه وقت ثوردة فيها يعني توضع فيها الثريد والثريد ده كان عبارة عن إيه عبارة عن عيش أو خبز يعني بيتقطع حتة كده وتحط عليه اللحمة ويتحط عليه الشربة لو زودنا عليهم بقى شوية رزة عندنا في مصر بنسميها إيه بنسميها الفتة تمام كده لكنهم وكنش بيحطوا رزة كانوا بيحطوا خبز ولحمة وشربة كانوا بيسموها الثريد قال وقد ثورد فيها فالتفوا عليها يعني التف عدد من الصحابة حول هذه القصعة ليأكلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما كثروا بقى العدد كبير جسى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جلس على ركبتيه فقال أعرابي ما هذه الجلسة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل جعلني عبدا كريما يعني جعلني متوادعا سخيا ولم يجعلني جبارا عنيدا ثم قال صلى الله عليه وسلم للصحابة كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها يعني إيه طبعا إحنا قلنا إن الأصعب بتاعة النبع السلام كانت كبيرة جدا وكان يحملها أربع من الرجال فأنا أفترض إن ده شكل مصغر جدا للأصعب تمام كده فالنبع السلام بيلوم إيه بيلوم كلوا من حواليها من أطرافها ما تاكلوش من النص ليه النص ده بتنزل فيه البركة من عند الله فيكثر الطعام ويبارك فيه فلا تأكلوا من الوسط الله يعني هنسيب الوسط ده ما ناكلوش لا ناكلو بس نبدأ من الأطراف خلصة الأطراف نخش على منطقة الوسط خلصنا منطقة الوسط نأكل بقى اللي في الوسط دخل ليه في النهاية لأنه تفضل البركة تنزل 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 لحد آخر ذرة في ذلك الطعام بفضل الله سبحانه تعالى الحديث اللي بعده رواية اللي بعده توضح أكتر جاءت أيضا عند أبي داود بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها تمام يعني ما يكلش من نصف الصفحة أو الصحفة إنما يأكل إيه يأكل من الأسفل كده من الأطراف فإن البركة تنزل من أعلاها وفي رواية فإن البركة تنزل في وسطها فهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك إن البركة تنزل في أعلاها وفي وسطها طب لو جمعنا بين الروايتين يبقى الله عز وجل ينزل البركة في وسط الطعام من أعلى الطعام بفضل الله سبحانه تعالى فهذه سنة نبوية مباركة توفر وتزيد وتبارك في الطعام بالإضافة إلى الأجر والثواب في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فلو جمعتوا كده على أكل سواء فتة بقى أو أي أكل ومحطوط كده في أصعة أو في صنية أو في حاجة كبيرة كده فكلوا من الأطراف لحد ما تخلصوا الأطراف كلوا من الوسط لحد ما تخلصوا الوسط ثم كلوا ما في المنتصف إنما تركوا نصف الصحفة أو نصف الصينية أو نصف الإناء تمام اتركوا منطقة الوسط دي وخلوها آخر حاجة لأن البركة والزيادة تنزل في وسط الطعام لحد ما تخلصوا الطعام بفضل الله سبحانه وتعالى جمعاني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته